لكن في ثلاث أمور أساسية أحب أني أذكرها من دون ما أقدر أخذ تفاصيلها. أنا لما كنت بدي أكتب أطروحة الدكتوراه. كانت الدكتوراه عبارة عن ثلاث أجزاء. تلتها مواد مطلوبة. تلتها مواد أنا أختارها. تلتها كتابة أطروحة 200 صفحة عن موضوع معين. فأجي بدي أكتب أطروحة وقلت أنا أريد أن أفيد أكبر عدد ممكن من الناس. فأطلع على الإنترنت على أكثر خمسة أو عشرة من الأمراض النفسية الأكثر شيوعا وانتشارا. فاكتشفت أنه فيه ثلاثة ضمن أي لائحة موجودين ضمن أول خمسة أو ثلاثة أو عشرة أو سبعة. هن القلق وهو المرض النفسي الأول في أمريكا الشمالية. أو الاكتئاب اللي هو المرض الأول عند النساء. أو بيتي أس دي بوست رماتيك سترس دس أورد. يعني هذا اكتئاب ما بعد الصدمة. لما واحد بيجتاز بزرف كتير صعب بيكون قوي بيواجه هو من بعد ما يخلص بنهار. اكتئاب ما بعد الصدمة. فأنا رحت بدي أكتب عنوان قدمت للأستاذ التبعي. قدمت له العنوان المقترح. لازم هو يقبله. ثلاث أكتر أمراض نفسية منتشرة في مجتمعنا المعاصر. وحصلت على القبول ابتدأت اقرأ. لازم تعمل قراءات تبعك. وأنا عم بيقرأ. اتشفت أن وراء هودة ثلاثة وأي خمسة أو سبعة أو عشرة أخرى هو سترس. فحولت لسترس. تكلمت عنه. كلنا عنا سترس. قد ينتج انكزايتي. قلق. وهذا اللي قررنا عنه بمتى ستة. ولماذا تهتمون؟ كلمة في فرق بين الهم والاهتمام. كلنا يجب أن نهتم ولا أن ننهم. تهتم بصحتك. تهتم بحياتك. تهتم بأولادك. تهتم بإيمانك. تنهم أن تعمل كل هذه الأشياء. وأنت قلق. وأنت خائف. سلامك مفقود. وممكن يكون مصدر قلقك أقدس الأمور. أنا في مرحلة معينة في هيك بدايات خدمتي أول لنقول عشر سنين ربما من خدمتي. ابتدأت الخدمة بسن مبكر جدا. كنا عمر تلاتة وعشرين سنة ابتدأت في تفرغ للخدمة. شعرت أني أنا أبتدأت أكون متوتر وغير راضي. وهذا ظهر بطريقة وعظة وطريقة تعامل مع الناس. لماذا؟ لأنه شفت الناس لا تتجاوب كما ينبغي. أعظ عن مثلا الخدمة ولا أرى الناس تتحرك للخدمة. أعظ مثلا عن التوبة ولا أرى ناس كثيرة تتوب. فصرت تعبان وظهر تعبي وتوتري تجاه الناس. فصرت كثير التأنيب وكثير التوبيخ والإنذار. وهذا ما بيخلي الناس تتجاوب أكتر. بيخلي الناس للأسف العالم معدي ومركب أنه تتجاوب مع التشجيع أكثر من تتجاوب مع التوبيخ. فروح تصلي يا رب شو العمل؟ ومرة شعرت وكأن الله يقول لي أنت اسمك خادم تنقل رسالتي وليس اسمك مخلص الكنيسة أنا مخلص الكنيسة. ليست وظيفتك أنت لست الروح القدس لتغير الناس. أنا عندي الروح القدس. فأنت لست مخلص الكنيسة ولست الروح القدس. أذكر بهذه الأمور نفسي على مدى سنين وأذكرها كل مرة من أعمل تدريب لخدمة معين ويذكر الأخوة بهذا الموضوع. أنت خادم اخدم بكل اجتهاد وبكل صوم وصلاة وفرح لكن اترك الرب هو الذي ينمي. فأنا ارتحت وهذا خفف استرس هندي. كم من المرات نظن أن الخدمة واقفة علي والعائلة قائمة علي والكون يدور حوله إلى حد ما. استرس هو منه مرض الفاشلين. هو مرض الرؤساء والوزراء والقصوص والأطباء والناجحين والقوات. هؤلاء الناس اللي بيعانوا من استرس بالتالي القلق والدبريشن. القلق وكتار من الناس بكون عندهم الاتنين. القلق والدبريشن حالتين صعبين جدا. إذا بدك نلخص الاختصار بينتهم. القلق هو مكتئب لكن متوتر باستمرار. ولكن المكتئب المكتئب المنصح بالمبقى عنده طاقة يعمل شيء ولا بده يعمل شيء. بتودي لما كانت بس الشعور تقريبا متشابه. وأحيانا كثير تؤدي إلى القلق والقلق وهي حالة مؤلمة جدا. الإنسان ممكن يشعر حاله عم يجي هارت هارت يعني نوبة قلبية أو جلطة يشعر بأنه هو ينهار إلى جهنم. يشعر بأنه بحالة هجمات مش حالة مستمرة هجمات هجمات هاي أمور صعبة جدا وأحيانا تحتاج إلى أدوية حتى إنسان وغيرها من علاجات حتى إنسان تهدأ ثورة الغضب وثورة الانفعال الشديد في داخله ويحتاج أيضا ليعرف مسببات هذه الأمور لكي لا تتكرر فأنا إذا عملت سيارتي بطريقة معينة وانهارت نعطي السيارة كمثل فشلت منها الوزن الزايد وصلحتها وغيرت مطورها وغيها وصلحت كل شيء ومتنتها وعملتها كما عملت في السابق كما نهارت أول مرة نرجع نفس المشكلة موضوع شيء كثير أسيس نيكولا أنا كمان في بداية خدمة يمكن لأول مرة بقول هذا الشيء وبالنسبة لإلي يعني الخدمة معادلة بسيطة جدا يعني فعلا كان كلام الرب لإلي أنت اكرم اسمي واترك الباقي علي أنا بطيع الرب في كل شيء المطلوب نصلي نقود الناس للخلاص للبركة للتوبة للشفاء للحرية إحنا قنوات الرب كان كلامه اكرم اسمي أنت اكرمني واترك الباقي علي هذا عمل الروح القدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر